السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس من الأسد للعذراء يوم الخميس 22 أب أغسطس طبعا بما أن الانتقال لبرج العذراء معناته بداية أعياد موليد برج العذراء فمنقول لحبيبنا موليد برج العذراء كل عام وأنتم بكل خير انتقال الشمس رح يكون يوم الخميس 22 ثمانية بيبدأ الساعة 22 و 54 دقيقة عصرا بتوقيت جرانتش بتنتقل الشمس من الأسد للعذراء ورح يضل الموجود في برج العذراء ليوم الأحد 22 تسعة ساعة 12 و 43 دقيقة بعد الظهر بعدها تنتقل الشمس للميزان بالنسبة للشمس معروفة هي السعد أو النير بنسميها إحنا لأنها تعطي نوع من أنواع الحيوية والطاقة والإرادة للجميع ومن صفاتها لما بتكون إيجابية بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والنشاط والقيادة والاستقلالية ولكن سلبيتها لما بتكون منتحسة بتعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية رح يشعر موليد برج العذراء بناشاط أكثر من الفترة الماضية وخصوصا أن وصول الشمس لعندهم بتعزز الطاقة أكثر وهي بداية أعياد ميلادهم وبيشعر بتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي عيد ميلاد مولود من موليد برج العذراء ببلش من هذه اللحظة أو من هذا الوقت هي بداية عامل جديد وبيبلش يشعر بالتحسن بشكل ملموس أما ما قبله ما بتكون لسه الشمس موجود في بيت متاعبهم ولكن تأثيراتها بتكون أقل أو أخف عليهم وخصوصا لما بيكون على سبع درجات بعيدة عنهم ببلش ويشعروا شوية شوية إنها بلشت تتغير الأمور للشكل الإضافي اللي فيه فائدة وفيه إضافة بالطاقة لألهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية والمائية لأنه هو رح يكون في برج ترابي فأيذن العذراء والجدي الثور هم أكثر المستفيدين وبعدها بيجوا الأبراج المائية اللي هو نيجي من عند السرطان العقرب والحوت هم اللي بعدهم أكثر الأبراج المعرضة للتعب الصحي في الفترة المقبلة هم موليد برج الميزان وبعدين موليد برج الحمل لأنه الميزان يعتبر بيت متاعبهم والحمل يعتبر البيت السادس لألهم فطبعا موليد برج الحمل بدهم ينتبهوا لغذائهم وراحتهم وأصحاب الحوت شوي ممكن يعانوا في بعض الأوقات من فقدانهم للطاقة ولا شك إن وجود الشمس في العذراء بيمنحنا طاقة إضافية ونشاط واضح ومنميل بشكل عام للتدقيق والتركيز في كل شيء ومنقوم فيه أو منسمع فيه أو منبشر فيه خوفا من الأخطاء كما من ميل الإهتمام في صحتنا بشكل كبير ولا شك إنه تدفق الطاقة اللي بتحملها الشمس بتعمل على ضبط استفزاز الهرمونات عنا بشكل واضح بتساعدنا على استقطاب الاستقلاب الطبيعي خلال وجود الشمس بالعدراء بصير في عنا قدرة كبيرة أو الرغبة في ضبط الأمور ووضعها في مكانها الصحيح عشان نحدد إيجابية وسلبية هذا الانتقال لازم ننظر للزوايا نشوف إنه أغلب الوقت رح يكون سعيد رح يكون ممتحس فلازم نشوف الزوايا مثل ما تعودنا في كل تحرك أو أخبار فلكية لانتقال أي كوكب يوم ثمانية تسعة عنا زاوية تقاول سلبية بين الشمس وبين زحل هذه الزاوية بتخلق مصاعب وعراقية اللي بتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين قاسيين وعاندين وبتعرضنا لصعوبات في إنجاز المشاريع وإنكأن عكاس وإنقلاب الوضعية علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطرابات بتصير في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبتضيق الخناق الأمني على الشعب كما أنها بتزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجمعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 12-9 زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه ومن ميل العيش دون مستوانا منبذر أموالنا أي لازم نتجنب المراهنات والمضاربات والمغامرات المالية لأنه ممكن يصير فيه أو نتعرض لبعض المشاكل اللي يبتصل للسلطات أو للعدالة بالأسباب المالية وهذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 19-9 زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس بتعزز قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا بتمنحنا الابتكار وبتعطينا مواهب للاختراع والانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم كما أنها بتعرف تغييرات مفيدة وبتخرجنا من رتابة الحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين نبتون راح تكون ذروتها يوم 21 تسعة بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع ومن ميلة تتبع الأحلام والمشاريع الخيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب كما من ميلة حل مشاكلنا باللجوء لا بالمهدئات أو الكحول أو الأدوية أو المخدرات وممكن أن نتعرض لوعكات غامضة بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل قطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر الطبيعية أو البحرية كالفيضانات والطفان وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية يوم 22-9 وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسؤولية والوقت المناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا طيب هيك إحنا بنكون شفنا الزوايا وشفنا إنها ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة فعشان هيك بدنا نكون حذرين بالفترة القادمة من هذا الانتقال على المستوى المالي أغلبها رح تكون ضغط على المستوى المالي وعلى الاستنزاف المالي وفشل المشاريع فبتكون جميع الأبراج بدهم يكونوا دقيقين ما في داعي للمغامرات المالية أو المجازفات أو التهور أو كفالة أشخاص أو ضمانة أشخاص والأمور اللي تتعلق بالأمور البنكية تحديدا بدكوا تكونوا حذرين فيها الآن خلينا نشوف إحنا إيش التأثير رح يكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة طبعا بتسمع برجك تسمع طالعك وبتدمج ما بين الاثنين البرج زي ما حكينا طبيعتك أنت كيف تصدر الأمور وبتستقبلها من محيطك أما الطالع فأنت كيف أنت بتصدر هاي الأمور ومن داخلك كيف تكون تفكر في هاي الأمور برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود الشمس في البيت السادس لإلك هنا تشعر بتراكم العمل لديك وبأنك عاجز أحيانا عن السير قدما في إنجاز مشاريعك المختلفة وهذا بيطلب منك بعض المصاريف الإضافية عليك بوضع خطة واضحة لإنجاز الأهم أولا أما صحيا فهي فترة غير مريحة على الإطلاق لا تهمل أي عوارض صحية ممكن تظهر وابتعد عن العمليات الجرحية أو التجميلية خلال هذا الشهر وما تبالغ في تقدير قدراتك الجسدية عاطفيا بتجد أن الأمور ما رح تصير معك بالشكل اللي بترى مناسب قليل من الصبر رح يصير كل شيء كما تشتهي يستفيد من قدراتك على الحوار والنقاش وإنجاز الأعمال وإهتم بعملك دون مشاكل مع زملائك بالعمل بالنسبة لموليد برج الثاور طبعا موجود الشمس في بيتك الخامس وهو برج صديق بيجعل هاي الفترة مناسبة لتعزيز العلاقات العاطفية بطريقة خلاقة وجيدة وبتكون شخص قادر على حمل المسؤولية بقوة بتميل لتعزيز قدراتك الفكرية والأدبية ماليا هاي أفضل فترات على الإطلاق لتحقيق مكاسب كبيرة أو استرجاع مستحقات مالية قديمة صحيا بتشهد هاي الفترة يعني فترة مريحة تتجاوز كل ما كان بيزعجك أو بيقلقك خلال الفترة الماضية عاطفيا ممكن تلتقي بنصفك الآخر أو تبدأ علاقة جميلة وحميمية هاي الفترة أو تعمل على تعزيز علاقة قديمة تعود للظهور في حياتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا التواجد الشمس رح يكون في البيت الرابع لا إلك فزاوي التربيع مع برجك بعطيك نوع من أنواع المسؤولية أو بيحملك بعض المسؤولية فبتظهر خلال هذا الشهر أو بيظهر خلال هذا الشهر شخص بيعرف كيف يتحمل المسؤولية داخل المنزل وممكن تضع بعض القوانين أو الأنظمة لهذه العلاقة مع أفراد الأسرة بتراودك الكثير من الأفكار اللي بتعمل على تحقيقها بقوة وبتدافع عنها صحيا عليك الانتباه قليلا بدك تراقب صحتك بشكل جيد أو صحة أحد أفراد العائلة ولسيما ما له علاقة بالإضطرابات اللي تتعلق بالهرمونات وعمل الغد الدرقية عاطفيا هاي مش الفترة الأنسب لكنها مش الأسوأ فممكن تنين لبناء علاقاتك العاطفية على أساس واضح بعيد عن طبيعتك الانفعالية وأيضا بدل على أفراح داخل المنزل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود الشمس بالنسبة لك في البيت الثالث فهي بتمندك بالطاقة اللازمة للتواصل والاتصال والتنقلات اليومية والأسفار القريبة والتبادل التجاري فترة مهمة للطلاب للمرحلة ما قبل الجامعة لإثبات قدراتهم الدراسية صحيا رح تشهد هاي الفترة فترة مريحة عموما وتجد أن صحتك بدأت بالتعافي رح يدعمك يعني شخص من الوسط المحيط فيك وممكن أن تقدم برضو الدعم المتبادل عاطفيا حاول أنك ما تكون حيادي بل واضح ولا تستغل مشاعر الأشخاص اللي بيحبوك حاول مناقشة شركائك بهدوء وروية بعيدة عن التوتر والانفعال كثير منكم رح يكون عنده تنقلات أو سفريات أو اجتماعات أو دورات تعليمية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الضغط اللي مر في على موليد برج الأسد من تراجع عطارد في بيت المال بعدين تراجع عطارد عنده أضعف من وجود الشمس ما حسب قوتها كان في نوع من أنواع الضغط الهائل الآن وجود الشمس في بيت المال فهو شهر المال والقروض والمعاملات المالية ورح تعمل بقوة الحصول على المال وللسيما من مجهودك الخاص ممكن اللي بيبحثوا عن عمل في هاي الفترة تكون الأنسب للحصول على شيء بناسبهم وممكن تكون مسؤول عن صحة أحد المقربين منك انتبه من التبذير أو الإصراف أو المغامرات المالية لأنه حذرنا في الزوايا أنه في شيء ممكن يغرر فيك وممكن تجد نفسك مدفوع إلى ما يغذي فكرك وعقلك في هاي الأيام عاطفيا فترة جيدة عموما ولكن بيطبعها البعد أو الصفة أو السمى المادية انتبه من العلاقات الماضية اللي ممكن تعود للظهور فجأة فكر دائما فيما هو آت برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء منكرروا منقول كل عام وأنتم بكل خير وبالصحة وبالعافية إن شاء الله وطبعا وجود الشمس عندكم حالها بتعطي طاقة إيجابية ولكن لما بيوصل عيد ميلادك قبل عيد ميلادك بيكون في ضغط بتحس إنه الأمور مش ماشية معاك كأنه لسه منهك فيوم فترة عيد ميلادك هي الفترة اللي أنت بتبدأ سنتك الجديدة وهنا تجمع الكواكب اللي رح يرجع ويتجمع عندك في هذا الشهر بيدعم مكانتك الاجتماعية والعاطفية والصحية وبتكون تحت الأضواء يعني في شهر كبير رح تحصل منه أعمال جيدة ونتائج جيدة لدي عندك الكثير من الأرباح والمكاسب المالية رح تنشط في اللقاءات والاجتماعات وتكون واضح فيما تريد الوصول إليه طبعا اللي عنده مشروع في هاي الفترة فهي الفترة المناسبة للبدء به وخصوصا بعد عيد ميلادك ولكن دقق بالتفاصيل صحيا بتجد أنه رح تتجاوز كل شيء كنت تعاني منه بالفترة الماضية عاطفيا هناك الكثيرون ممن يحاولون التقرب منك وصحيح أنه رح يكون في بعض الانتقاد يعني في ألاء أراءك غير مجدية حاول أنك تطنش الأمور حاول أنك تأخذ النصيحة واستمع للنصائح بشكل إيجابي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان موجود الشمس في بيت متابعك يعني أنت أكثر المتعبين خلال هذا الشهر لذلك عليك الانتباه لصحتك الابتعاد عن المواجهات المحتملة خلال هاي الفترة وعدم الانخداع بمن تشك فيهم أو في صدقاتهم لأنه كثير من الأشخاص رح يطلعوا من حياتك أو تخرجهم أنت من حياتك رح تبدأ حياة جديدة كثير من المواضيع أو العلاقات رح تلتغى رح يخيب ظنك في كثير من الأشخاص بدك تكون مهيئ لهذا الأمر بشكل قوي بتنشغل خلال هذا الشهر بكل ما ينمي عقلك بعيد عن الروحية فترة مناسبة للارتباط أو التعاقد مع الشركة أو مؤسسة حكومية بتعود عليك بالفائدة الكبيرة عاطفيا هناك بعض الأشياء اللي بتعكر مزاجك ولكن صدقك ووضوحك بيعمل على تخطي المنظصات كون صارم وحاسم في الدفاع عن حقوقك ولا تقدم أي تنازلات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا شهر للنشاط الاجتماعي بالنسبة للكم شهر الصداقات الحقيقية والابتعاد عن كل ما يعكر مزاجكم وجود الشمس في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية إضافة لأنه عطارت برضو بدي يرجع على العذراء بتكون ميال لرسم خطط ومشاريع ذات طابع تشاركي معهد أو مؤسسة أو مشروع وبتسعى لكسب ود الأنصر والعملاء ورح تصير الأمور لمصلحتك صحيا الأمور بتكون أفضل حال عاطفيا بتجد علاقاتك العاطفية بتميل للوضوح والراحة لأنها راح تكون مبنية على أسس واضحة بالفترة القادمة ولكن أهم شيء أنه هذا الشهر تحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة تثبت كل شيء ضروري قبل الشهر القادم اللي هي وصول الشمس لبيت متعبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا شهر يعتبر شهر من النشاط والرغبة في تحسين العلاقة بالمسؤولين عنك في مجال العمل ولسيما بدعم من عطارد وأيضا من بعض الكواكب اللي راح تعمل بقوة على الدفع بمصالحك للأمام ورح تجد نفسك محط اهتمام واضح من المحيطين بك عندك فرصة لكسب مال متعدد الموارد عاطفيا بتشهد حالة من الاضطراب أو التوتر ولكن بوجود الشمس وبعدها عطارد راح ينتقل للعدراء بتستطيع توصل لحلول مجدية انتبه لصحتك لا سيما آلام الظهر برج الجدي بالنسبة لما ولد برج الجدي بتدعمك الشمس في كل ما يتعلق بالسفر الخارجي للعمل أو متابعة الدراسات الأكاديمية العليا أو أوراق لها علاقة بالهجرة أو الإقامة ولا سيما أيضا بعد فترة لما عطارد يرجع للعدراء مرة ثانية بدعمك بشكل أكبر فكثير من الأرباح والفوائد اللي راح تيجي من قبل أشخاص بيعيشوا في الخارج عندك فترة من الوضوح أو فترة وضوح الرؤية اللي بتساعدك على توقيع عقود تجارية خارجية إذا كنت في هذا المجال على المستوى اللي العلاقة بالدراسة بتساعدك الأشخاص اللي بيبحثوا عن الإقامة بتساعدهم العلاقات مع الأجانب بتساعدهم اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بتساعدهم يعني كل واحد على حسب تخصصاته عاطفيا بتميلوا لتعرف على أشخاص قرباء عنك بتجذبك العلاقات الواضحة لديك فرصة مهمة للانتهاء من دعوة قضائية عالقة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هذا الشهر أفضل من الشهر السابق لأنه هي تحركت الشمس من مقابلك تشحنك بالطاقة أكثر شهر جيد عموما للحصول على مستحقات مالية سابقة أو تعويضات أو هدايا أو هبات أو ميرات شهر الحركة العقارية بامتياز وبرضو بإمكانك الاستفادة من بيع أو شراء أو تغيير سكن ممكن تكون خلال هذا الشهر محط أنظار الآخرين اللي عنده محكمة أو قضية أو دعوة قضائية فهذه الفترة مناسبة للوصول لغاياتك بقوة عليك التخفيف من انفعالاتك العاطفية وردات فعلك العشوائية أحيانا أيضا بدك تكون جاهز لخبر قديم أو سر بيطلع للعلن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت وجود الشمس في بيت الشراكي لديك بيجعلك تميل للوضوح في علاقاتك بالشريك العاطفي أو العملي أو ما بين الأزواج وممكن تبتعد عنه الرومانسية خلال هاي الفترة لأنه طاقتك شوي بتكون ضعيفة بتميل للمنطق أكثر والواقعية أكثر بتكثر التدقيق في كل تصرفات شريك العاطفة على صعيد الشراكة العملية بتعمل على ضبط الحسابات والابتعاد عن كل ما هو غير مفهوم بالنسبة لك استفيد من وجود الشمس وعزز شراكاتك بحبيبك برضو كثير من موليد برج الحوت ممكن يرطبته بالفترة القادمة كخطبي أو زواج واللي بيبحثوا عن علاقات فهي الفترة المناسبة للدخول في علاقة حقيقية تدعمها الشمس الموجودة في بيت الشراكة ولكن بدك تكون حذر أن الطاقة عندك ضعيفة حاول أنك تمسك استفزاز اللي حواليك ما تعصب وما تدخل بمشاكل لأنه أنت رح تكون الحلقة الأضعف هيك بنكون انتهينا من حلقتنا من الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء المترجمiz اشتركوا في القناة